بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون اختراه بل هو الحق من رب كي تنزر قوما ماتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا فتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من صلالة من ماء مين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأمصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا مصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس الهداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلج بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسمحوا بحمل ربهم وهم لا يستكمرون أنت جافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما غزغناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان ممنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمغواهم النار كلما رادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم بي تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن الأظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تنكل منه العامهم وأنفسهم فلا يمشرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعا ليس لوععتها كاذبا خافضة رافعا إذا رجت الأرض رجا ومست الجمال مسا فكانت هباء من مسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقرمون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يقوف عليهم ورنان مخلدون بأكواب واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضوج وطلح مندود وظل ممنود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا بغضوة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا لتوابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرمليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم أفرعيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمسالكم وننشعكم فيما لا تعلمون ولغن علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أغسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إلي منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيدي الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المصر فارجع المصر ألترى من فكور ثم اريع المصر كرتين ينقلم إليك المصر خاسها وهو حسيم ولقد زينا السماء الدنيا قلنا مصابيح وجعلنا رجوما للشياقين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وانيتفور فكان تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج وسالهم رزنتها لم يأتكم نذير قالوا ملاقا جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا أنتم إلا في ضلال كمير وقالوا لو كنا نسمع ونقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم وجاروا به إنه عليم بذات الشيء ألا يعلم ما الخلق وهو اللقيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشو أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتموا أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبر ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهداء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأمصار والأفئلة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شارقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا وزل فتنسيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رعمنا فمن يجير الكافرين من العذاب الأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم مماء معين شكرا ومشاهدنا قلق فشكرا حسنا اشتركوا في القناة قلق رجب